السلام عليكم زيكم يا داكاترة هنبدأ ان شاء الله النهاردة مع بعض ناخد البروتد جلانت بروتد جلانت من الجلانت المهمين قوي اللي موجودة عندنا في المنطقة بتاعت الهيدن دينيك وفي نفس الوقت بتبقى تبع الجي اي تي البروتد جلانت بالنسبة للإسم بتاعها با روتد با روتد بارا دي معناها الراوند وأوتك دي كلمة معناها إير يبقى معنا كده ان هي دي الغدة اللي حوالين الإير لانها اسمها بالعربي الغدة النكافية أو الغدة اللي حوالين الود الشيب بتاع البروتد جلانت زي ما احنا شايفين في القطاع دوت دي كده منظر البروتد جلانت بتاعتي الشكل بتاعها بيبقى عامل زي الوتد وجي شيب بتبقى مزنوقة كده ما بين الريمس بتاع المندبل وما بين المستويد بروسس وهي اتحشرت أو امباكتد ما بين التوبونز دولت فيبقى أنا عندي مليا المسافة أو الجاب اللي ما بين الريمس أوف دي مندبل أنتيريولي والمستويد بروسس بوستيريولي وزي ما احنا شايفين يبقى المنطقة اللي وراء المندبل دي اللي فيها البروتد جلانت بسميها ريترو منديبلار سبيس أو بسميها بروتد بد ده المكان اللي نايمة فيه عندي البروتد جلانت منظر تاني للبروتد جلانت هي ده كاترة هي ده المنظر بتاعها وده هنا عندي الزيجوماتيك أرش ده كده اكستيرنا الاكواستيك ميتس دي كده المستويد بورسس دي العضلة الموجودة عندي في الرقبة اسمها ستيرنو مستويد مصل ودي عضلة من عضلات المستيكيشن اسمها مستيتر مصل فين بقى البروتد جلانت هي سيادتك اللي مليا المنطقة دي كلها حوالين الأذن عشان كده سموها بروتد أو باراوتك جلانت لأن الحتة دي الفتحة اللي هي بتاعة الودن الاكستنشن بتاعها يبقى امتد من عند الاكستيرنا الاكواستيك ميتس وفوق قادي الزيجوماتيك أرش وتحت دية الايبكس بتاعتها تبقى related للأنجيل OF the mandible يبقى related للزيجوماتيك أرش للإكستيرنا الاكواستيك ميتس وللأنجيل OF the mandible ودي عضلة اسمها الماسيتر واحدة من المصلز أوف مستيكيشن اللي البروتد جلاند تعتبر نايمة عليها يبقى كأن من وراها عضلة اسمها ستيرنو مستويد مصل ومن قدامها هذه العضلة اللي عامل عليها الأوفر لابنج اللي اسمها مسيتر مصل ودي كده المستويد بروسس بتاعتي ودي عضلتك اللي هي الستيرنو مستويد يبقى ده المنظر العام لشكل البروتيد جيلاند بالإكستينشنز بتاعتها والبوزشن بتاعها زي جوماتيك آرش من فوق إكستيرنال أكواستيكمية تاسو مستويد بروسس وهدي الستيرنو مستويد مصل من ورا المسيتر من قدام والمفروض إن أنا عندي آدي اللي امتداد بتاعتها فوق آدي البيز ريليتد للزي جوماتيك آرش وآدي الإيبكس بتاعتها ريليتد للأنجل أوف ديماندبل بعضلة المسيتر اللي عليه لما نشوف موقعها تاني اتفقنا إن إحنا لو أخدنا نفس هذا الكروس سيكشن يبقى حشوف البوزشن بتاعتها إنها مزنوقة أو امباكتد أو محشورة ما بين المندبل بالعضلات اللي عليه والمستويد بروسس بالعضلات اللي عليها المندبل عليه عضلة من بره اسمها مسيتر وآدي الري مصوف مندبل وديت المستويد بروسس وعليها عضلة من بره اسمها ستيرنو مستويد مصل منظر تاني عشانه بعارفين الشكل يبقى دي كده يا جماعة البروتت جلاند ودي واحدة تانية اسمها ساب مندبلر ودي واحدة تالتة اسمها ساب لينجول هما دول التلاتة ساليفاري جلاندز أكبر واحدة فيهم بتاعتنا النهاردة بسميها بروتت اللي متوسطة في الحجم ساب مندبلر والصغيرة خالص اسمها ساب لينجول ودي المنظر بتاعك ادي ازاي جوماتيك ارش اهو اكسترنال اكوستيك ميتس اهو مستويد بروسس اهي وده الري مصوف مندبل على الري مص هنا في عضلة المسيتر والمستويد بروسس دي حيطلع منها ستيرنو مستويد مصل ودي على فكرة الضكت بتاعتها لأنها اكسوكراين جلاند بتطلع ضكت هي مش اندوكراين جلاند هي اكسوكراين فليها ضكت عشان تفتح في المعوث كافتي زي ما هنشوف بعد كده اجزاء بقى البروتت جلاند هي دي البروتت جلاند الرئيسية او الاساسية وحيطلع منها الدكت بتاعتها اللي بسميها البروتت دكت او بسميها ستينزنز دكت ودي قلنا اكسوكراين عشان كده لها دكت متشافة وليها الجزء الصغير ده اللي فوق الدكت ده الاكسيسوري بارت اف دي بروتت جلاند يبقى البروتت جلاند الدكت بتاعتها اللي هتفتح في المعوث وحيبقى في جزء صغير فوق الدكت بسميه الاكسيسوري بارت اف بروتت جلاند البروتت جلاند المفروض انها متغطية بكابسول اللي هي البروتت كابسول او البروتت فاشية زي ما بتشوف المنظر بتاعك ده كده هنا عندي فين البروتت جلاند مش ظهرة ليه لانها مستخبية او متغطية بالكابسول اللي عليها ده خلي بالك العضلة دي عضلة اسماها بلاتيزمة معالينا القصد انها سوبرفيشيال مصل مغطيالي البروتت جلاند والبروتت جلاند هي نفسها متغطية بفايبرس كابسول او بسميها بروتت كابسول او البروتت فاشية وطبعا الفاشية دي هتبقى طالعة من الديب سيرفيكل فاشية وحتيجي تتقسم لتو لمينة اللي احنا شايفينها اللي برا دي دي السوبرفيشيال لمينة اللي هي مغطيالي الاكسترنال او السوبرفيشيال سيرفس بتاع البروتت جلاند ولزقه فوق بالزيجوماتيك أرش يبقى اللي بره دي الطبقة الخارجية من هذا الكابسول أو من هذه الفاشية عاملة لكافرينج للإكسترنال أو اللاترال سيرفس بتاعة البروتت جيلاند وحتبقى فيكسد أبوف للزيجوماتيك أرش تمام طب وفين الطبقة الداخلية أو الديبلامينة طبعا هنا بعد ما شلنا البروتت جيلاند من مكانها اللي كان في الحتة دي أدي الإكسترنال أكوستيك ميتس وأدي المستويد بروسس وده الريمة صوف ماندبل وكان هنا في عضلة الماسيتر معالينا الفراغ ده أو الحتة دي كلها اللي كانت مليانة بالبروتت جيلاند اللي احنا شلناها علشان نشوف الديبلامينة بتاعة الكابسول قال لك الديبلامينة هنا حتتخن وتقوم تمتد من اللاترال سيرفس أوف ستايلويد بروسس للأنجلوف ماندبل عشان تعمل لي حاجة اسمها ستايلو مستويد ليجمند يبقى ده يا جماعة اسمه ستايلو مستويد ليجمند ممتد من الستايلويد بروسس للأنجلوف دي منديبل وده عبارة عن ثيكنينج للديبلامينة أوف بروتت كابسول ثيكنينج للديبلامينة أوف بروتت كابسول وما شرفناش نشوفه إلا لما شلنا البروتت فلاقينا هذه الديبلامينة قدت هذه التخانة وعملت لي ما يسمى بالستايلو منديبلر ليجمند أموال إيه الشكل دوت علشان نشوف الستايلو منديبلر ليجمند من جوه هنا ده منظر داخلي للري ما صوف منديبل ده من جوه وأدي السنان من جوه ودي عضلاتي من جوه دوت البروتت جلاند يبقى الحتة دي كانت ما استخبية بالديبلامينة وهذه الديبلامينة جاء جزء منها هنا امتد ما بين الستايلويد بروسس والأنجلوف دي منديبل عشان تعملك الملون ده اللي سميناه ستايلو منديبلر ليجمند وطبعا زي ما انت شايف حيفصل ما بين البروتت جلاند والصاب منديبلر سليفاري جلاند حيفصل ما بين البروتت جلاند والصاب منديبلر سليفاري جلاند تمام يبقى تاني ستايلو منديبلر ليجمند ده ثيكننج للديب لامينة أو بروتت كابسول أو بروتت فاشية المفروض انه ممتد ما بين الستايلويد بروسس والأنجلوف دي منديبل توسبة ريتس بتوين بروتت جلاند and صاب منديبلر سليفاري جلاند تعال نشوف الريليشن بقى بتاعتي او الاندز والبوردرز بتاعة البروتد جيلاند عندي الجيلاند ليها تو اندز and تلاتة بوردرز يعني نهيتين وتلاتة بوردرز تلات حواف ادي البروتد جيلاند مبدئيا ليها الابر اند وليها الور اند وليها بقى البوردر ده وليها البوردر ده وبوردر تاني داخلي حنشوفه دلوقتي مع بعض يبقى ليها هذه الابر اند دي كون كيف ابورد وليليتد للأكسترنال اكواستيج ميتس وحيبقى ليها ده الور اند ودي تابرينج لاينج بهايند اند سلايكلي بيلول انجلو في مندبل يبقى انا عندي تو اندز نهاية علوية اهي الابر اند دي بتبقى كون كيف وحوالين الاكسترنال اكواستيج ميتس ووحدة تانية مدببة او مستدقة اهي بسميها تابرينج دي حتبقى لينج بهايند اند سلايكلي بيلول الانجل اوف دي مندبل يبقى ليها الابر اند اتنين اللور اند تعال نشوف البوردرز اللي قدامك ده بسميه انتيريور بوردر بدء منين من اول الابر اند ويمشي كده 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 الحادث اللور اند علشان كده هو تلاقي لونج كون فيكس عامل اوفر لابنج للمسيتر مصل اللي على الريمس اوف ماندبل لان احنا متفقين دي الريمس اوف ماندبل لما بحط عضلات بحط هنا عضلة اسمها مسيتر فيبقى انا عندي الانتيريور اند بتاعي لونج اهو طويل وكون فيكس واصل ما بين الابر اند دي لحادث اللور اند دي عامل اوفر لابنج للمسيتر الا على الانجل اوف ماندبل طب وفين البستيريور بوردر اهو من عند الابر اند برضو يا فندم تبدأ معايا وتمشي لحادث ما توصل للور اند يبقى ده كله ده كله بسميه بستيريور بوردر بستيريور بوردر ماشي خط مستقيم عشان كده هو ستوريت وعمل اوفر لاب للانتيريور بوردر اوفستيرنو مستويد مصل وهي المستويد بروسس تمام يا دا كاترة يبقى ليها الابر اند اهى ليها الوور اند اهى ليها كل ده انتيريور بوردر ولها دوة بسميه بستيريور بوردر ودي كلها الابر اند بتاعتي والصغيرة المستدقة دي بقى دي اللور اند بتاعتي السيرفزز بقى بتاعة الفارواتي nacional ليها تلاتة سيرفزز طيب الأول احنا كده معرفناش فين البوردر التالت حنشوفه في السلايد دي دوت كده عندي Audio Surface واللي جوه اللي ملون ده كله بسميه Medial Surface فيبقى أنا عندي ده الحتة دي هي دي Almedial Border يبقى انت عندك ده Anterior Border وعندك ده Posterior Border وعندك اللي ورده Medial Border اللي هو في السلايد اللي فاتت ما كانتش بينه لكن في الكروس سيكشن دي أقدر أظهرها وتبقى بينه فيبقى أنا عندي ده كله lateral surface وده كله بسميه الميدال surface ويبقى الميدال surface بوجود ده اللي بسميه deep medial border الميدال surface يتقسم عندي إلى ده antromedial surface وده postromedial surface يبقى ليه كم surface يا ده كترة ثلاثة surfaces اللي أقصادك اللي بره ده كله lateral surface واللي جاي من الحتة دي كده الحادة الميدال border يبقى ده antromedial surface واللي جاي من أول هنا ويمشي ده كله يبقى ده كده اسمه postromedial surface وفين البوردرز زي ما اتفقنا ده anterior border لو قلنا long go concave وقلنا ده posterior border straight حتى بالأمارة قلنا الأداة المفروضة عامل overlabbing للمسيتر اللي على الريمة صوف مندبل وقلنا ده حيعمل overlabbing للمستويد بروسسس والستيرنو مستويد مصل ويبقى البوردر بتاعي ده اللي ما كانش ظهر في السلايد اللي فاتت ظهر ده هو ده بسميه medial border وال surfaces بتاعتي تاني يبقى ده lateral surface antromedial surface وبostromedial surface lateral surface يا ده كترة يبقى ده بسميه lateral surface أو superficial surface related to skin والsuperficial fascia وحيبقى الbarotid lymph nodes وحاجة اسمها great أو greeter auricular nerve ويبقى متغطي بالbarotid fascia يبقى يا ده كترة ده كله الأخضر ده ده اللي اسمه lateral surface أو superficial surface لما تحط إيدك عليه يبقى هو ده أنت إيدك عليه يبقى related للحاجات دي كلها من تاني skin superficial fascia برانشات الجريتر auricular nerve والsuperficial barotid lymph nodes وهو ده كده يبقى متغطي بالbarotid fascia اللي هو قلنا drive the deep cervical fascia بتاعت الهدن دينك طيب الأنتروميديال surface الريلشن بتاعتي فين الأنتروميديال surface ده 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 كله أنتروميديال surface related ل m m m m m m يا ترى هم مين هيبقى واحد الأنتروميديال surface related لريماصوف ماندبل عضلة من بره مسيتر عضلة من جوة medial teregoid يبقى الأنتروميديال surface m related ل m m m ماندبل مسيتر من بره medial teregoid من جوة يبقى الأنتروميديال surface related ل 3 m تاني medial teregoid من جوة ماندبل في النص مسيتر من بره ده طبعا التروميديال برانشوف في الشنيرف هنشوفه بعد كده طب يا ترى البستروميديال surface فين البستروميديال surface ده كله يبقى related لمين للعضمة دي اسمها ايه mastoid process بالعضلة اللي عليها من بره sternum mastoid muscle والعضلة اللي عليها من جوة posterior belly of digastric muscle طب واكتر من كده يا ترى البستروميديال surface ده اللي هو بقيته النحية دي مش related لأي حاجة هنا لا related يا فندم هيبقى دي اسمها styloid process بال muscles will ligament اللي attached ليها اللي اسمهم styloid abarytos ما علينا منهم دلوقتي وحيبقى الكاروتيد شيف باللي فيه حاجة اسمها internal jugular vein و internal carotid artery وال vegas nerve يبقى انت تاني يا دكاترة البستروميديال surface بتاعي related واحد mastoid process بعضلة عليها من بره sternum mastoid عضلة عليها من جوة posterior belly of digastric وحكتين كمان styloid process بالعضلات اللي ماسكة فيه بالcarotid sheath بالcontent اللي فيه ده ماسكة فيه مجموعة من العضلات اللي اسمهم styloid abarytos ودولة مجموعة من structures اللي هما الcontent اللي موجودين internal carotid common carotid internal jugular vein vegas nerve تمام يبقى هو related واحد لcarotid sheath باللي فيه styloid process باللي ماسك فيه mastoid process بعضلتين sternum mastoid من بره posterior belly of digastric من جوة تمام يا دكاترة بدل postromedial surface طب حد يقول معايا l'anthromedial surface كان مين التلاتة ام arremus of mandible medial terigoid من جوة مسيتر من بره تمام يا دكاترة surfaces بقى structures inside barotid gland يا ترى الbarotid gland دي فيها مين فيها مجموعة من structures اللي مهمين جدا ومترتبين كالاتي من بره لجوة يعني من السوبر فيشيال لديب حيبقى فيه عندي الفيشيال نارف ده cranial nerve رقم سبعة وبعد كده حيبقى من ضمن الاستراكتشورز اللي موجودين غير الفيشيال نارف الازرق ده vein اسمه ريت رومان ديبولار vein والمست ديبر في الاخر خالص لحمر ده اسمه external carotid artery تانية ده كترة يبقى الحاجات اللي موجودة inside barotid gland مرتبين من بره لجوة nerve vein artery طب من جوة لبرة artery vein nerve ويبقى اسمهم الفيشيال nerve cranial nerve رقم سبعة ريترومان ديبولار vein وال external carotid artery ازاي بقى الستركترز دي دخلت جوة البروت ديبولار وخرجت منها هي حاجة بسيطة هنشوفها دلوقتي مع بعض وحتبقى سهلة معنا external carotid artery لما دخل الجيلاند دخلها من post-traumedial surface وقعد جواها most deeper structure وبدأ يتقسم للتو terminal branches بتوعه واحد هيطلع من الانتروميد surface اسمه maxillary واحد يطلع من البيز اسمه superficial temporal يبقى ده superficial temporal artery وده maxillary artery ودول اللي دخل الجيلاند من post-traumedial surface قناة سيدة كاترة ما علينا دي شوية برانشات طلعة مش مهم دي مش معانا يا جماعة انا اللي همني ان الاكسترنال carotid artery حيدخل من post-traumedial aspect بتاعت البروت الجيلاند يعود فيها most deeper structure يتقسم لل two terminal branches بتوعي maxillary artery من l-anthrumedial surface وال superficial temporal artery من البيز تمام يا جاكترة طيب بالنسبة لل vein اللي هو كان قاعد middle structures ما بين الارتري اللي ديب وال nerve اللي superficial يبقى تكون ازاي superficial temporal vein مع maxillary vein يعمل retromandibular vein يبقى تاني يا دا كاترة مش كان الارتري لما انتهى انتهى ب maxillary artery و super temporal artery تمام يبقى الفين لما يبتدي من نهاية الارتري زي ما الارتري الداني توبر انشات دول الفين بيتكون اساسا من الروافد دي فيبقى انا عندي زي ما كان فيه maxillary artery و super facial temporal artery يبقى بداية الفين العكس يبقى من superficial temporal vein وال maxillary vein يتكون عندي retromandibular vein بعد كده retromandibular vein زي ما انتهى شايف كده حيتاسم للانتيريور division ويمسك مع الفيشيال vein عشان يعمل لي common فيشيال vein وبعد كده يصب في internal jugular vein ويتاسم للبوستيريور division اللي يمسك البوستيريور auricular vein يعمل external jugular vein تانية دا كترة يبقى انا عندي retromandibular vein قاعد middle structure في البروت gland ما بين السوبرفشيال اللي هو الفيشيال nerve والدي بال external carotid artery وبدأ انه يتكون من السوبرفشيال temporal vein والمجزيلي vein وبعدين عمل retromandibular vein retromandibular vein اتقسم anterior division وبوستيريور division anterior division مسك الفيشيال vein عمل common facial vein وراح صب في internal jugular vein وما لل posterior division ابدا المفروض انه هو حيمسك posterior auricular vein ويعمل ال external jugular vein تمام يا دا كترة يبقى كده anterior division مع facial vein common facial vein و retromandibular vein internal jugular vein والبوستيريور division مع posterior auricular vein يعملو لي external jugular vein تمام طيب بالنسبة بقى للنيرف دخل ازاي الفيشيال نيرف اللي كان قاعد most superficial structure في البروت جلان هيدخل من فورمين في الاسكل اسمها stylo mastoid for men ويدخل الجلاند من post remedial surface ويقعد فيها most superficial structure وبعدين يبدأ يتقسم للترمينال برانشات بتوعه اللي حيطلعه من الانتر remedial surface وبرانشاته زي ما انت شايف كده اسمهم temporal zygomatic baccal mandibular and cervical يبقى انا عندي دي السوبر فيشل او lateral surface وده الانتر medial surface وده البوستر medial surface وبالامارة ده deep medial border وده الانتير border وده البوستير border يبقى انا عندي من البوستر medial surface هيدخل الفيشل نيرف بعد ما يخرج من فورمين من اسكل اسمه stylo mastoid فورمين ويقعد واخد وضعية سوبر فيشل يعني وضع سطحي جدا في الجلان ويبدأ بقى يتقسم لل five terminal branches بتوعه اللي حيخرجه من حتة مختلفة من البروت الجلان التيمبرال حيدخل حيخرج من البيز الزيجوماتيك والباكال والمانديبول حيخرجه من الانترو medial surface واخيرا السيرفيكال حيدخل حيخرج من الابكس بتاعة البروت الجلان يبقى دول five terminal branches بتوعي تاني يبقى تمبرال زيجوماتيك باكال مارجينال منديبولر وسيرفيكال برانش امال ايه المنظر دا جدا كاترة بما ان الفيشيال نير لايز مور سوبرفيشيال استراكشل في البروت الجلان فمشكلته ان انت لما تيجي تعمل عملية جراحية ممكن يتعور او ان شاء الله لو عرضت خدك لبرد فترة طويلة ممكن يتعور فهي القصة ان عملية الدمج للفيشيال نير دي فيه خطورة عالية اوية بالزاد في عمليات البروت سيرجري والسبب ان هو قاعد في مور سوبرفيشيال سيتيويشن فبيوم يحصل ليجن للفيشيال نير في البروت جلان وإحنا بنعمل فيها العملية فينتج عنها شلل في عضلات الوج شلل في عضلات الوج في حيث يديني حاجة مشهورة أو يبسميها بلز بولسي يبقى بلز بلز بولسي ده عبارة عن انجري لل اكسترا كرينيال بارت اوفيشيال نير انسايد البروت جلان ينتج عن هذا البلز بولسي بارلسيز للمسلز بتاعة الفيس وتديك المنظر بالشكل دوت طبعا حيبقى نص الفيس بايز فالعضلات اللي هتقفل العين مش هتعرف تقفلها الباكسينيتو اللي كانت بتنفق مش هتعرف تنفق حاجة كده كتير تبع البلز بولسي يبقى هي نتيجة البرالسيز اللي هيحصل في الفيشيال نيرف وسبب النواي يحصل له هذا البرالسيز انه في البروت فدايما لما بعمل سيرجري في البروت جلان ابقى كير قوي بعد كده بالنسبة بقى للبروت الضكت زي ما انتم شايفين هيا دي الخضرة هتطلع من الانتيريور بوردر بتاعة البروت جلان وتبدأ تخترق كل المسافات دية عشان توصل تفتح في الآخر يطرح تخترق مين البروت الضكت واحد ده باكالباد اففات وكمان الفاشية دي اللي هي باكو فارينجيا الفاشية والعضلة دي الباكسينيتور مصل وحيبقى قادي الضكت بتاعتي المفروض انها حتمشي هنا شوية قبل ما تخترق الميوكس منبرين بتاع التشيك فيبقى معنا الكلام ده انها حتخترق تاني الباكالباد افات وحاجة اسمها باكو فارينجيا الفاشية والباكسينيتور مصل والميوكس منبرين بس قبل ما تخترق الميوكس منبرين حتمشي جوه او ما بين العضلة وما بين الميوكس منبرين مسافة فالميوكس منبرين حيبقى كأنه ضغطها شوية فهتبقى اكتة ازا فالف فاللي بيحصل بقى ده كاتر عندي ان الصب ميوكس بارت اوف دي داكت حتنضغط او كومبرزد ما بين الباكسينيتور والميوكس منبرين بحيث يمنع الانفليشن الانتفاخ او النفخ بتاع الجلان لما البرشور الموجود في الانترا اورال يزيد وانت مثلا بتنفخ بتصفر بتعمل اي حاجة طب الهوى اللي انت دخلته في بقىك دا مش ممكن هو كمان يدخل من الدكت ويقوم يوصل للجلاند وينفخها ما بيحصلش كده الجلاند ماشي في طريقها ومهما نفخنا مهما دخلنا هوا في بقىنا مش هيحصل حاجة للبرط بيعمل لهذا الجزء من الدكت ما بينه ما بين الباكسينيت ومصر بحيث يمنع بتاعة الجلاند عشان كده ده بيسموه يعني كأن كده عمل زي ما تكون زي صمام كده بيضغط على الدكت بحيث انها تنضغط ما بين الباكسينيت ومصر بحيث لما تنفخ في بقىك او يزيد الانترا اوري ما يوصلش للجلاند البرط الدكت يا ترى هي فين اهي بعدما خرمت الباكسينيت بالباكسينيت بالباكسينيت بالفاشيا اللي عليها بالميوكس منبرين لحد ما تفتح في الآخر اهي هنا وهي بتخرم الباكسينيت تفتح فين في الآخر في الحتة دي يا جماعة اللي بنسميها في الفستبيول أو في ماوث في الفستبيول of mouth بحيث انها المستوى بتاعها عند upper second molar tooth حتة دي بنحفظها صم يبقى فين مكان فتح البروت gland في vestibule of mouth فين بالضبط opposite upper second molar tooth يبقى البروت الضقت هتفتح في vestibule of mouth مش في oral cavity ومقابل لمين لل upper second molar tooth بحفظها صم vestibule of mouth opposite upper second molar tooth تمام يا دي كاترة نبقى ده فتح البروت الضقت النيرفي صبلاي بتاع البروت الضقت حيبقى parasympathetic لان المفروض اننا وحنا قعدى at rest البرasympathetic هو اللي حيشتغل وهو اللي حيشغل salivation بتاع salivary gland وطبعا البرasympathetic المفروض من قانون الفيسيولوجي يبقى لي pre-ganglionic fiber والganglia والpost-ganglionic fiber يا طرح هتبتدي الحكاية ازاي يبقى انا عندي البداية من بيطلع منها باسم جديد بسميه لسر بتروزل نيرف وبعد كده يدخل على الجانجليا اللي اسمها otic ganglion وبعد الotic ganglion يبدأ يطلع عندي auriculotemporal nerve ودوت المفروض ان ده البوست ganglionic fibers دي كده البوست ganglionic fibers اللي حتبدأ تروح تعمل سبلاي للبروتد جلاند يبقى الparasympathetic fiber هتبقى طويلة شوية بالذات هنا في البروتد لانها البريجانجليونيك fiber مش بيتحمل على واحد لا ده بيتحمل على تنين يبقى البداية من المضلة oblongata inferior salivary nucleus يطلع منها glustopharyngeal nerve cranial nerve رقم تسعة يطلع منه برانش اسمه tembanic branch يتلكع شوية في الطريق يعمل tembanic plexus وبعد ما يعمل هذه tembanic plexus يطلع منها باسم جديد يبقى اسمه leserbitrosal nerve وبعدين يروح للجانجليا بتاعتي اللي هيعمل فيها الريلي اسمها otic ganglion وبعد ما يعمل الريلي في الotic ganglion يبدأ يطلع ببوست ganglionic fiber اسمها auriculo temporal nerve يبقى leserbitrosal briganglionic tembanic branch briganglionic glustopharyngeal briganglionic طب الجانجليا بتاعتي البروتد اسمها ايه otic ganglion طب البوست ganglionic اسمهم ايه auriculo temporal nerve auriculo temporal nerve خلاص يا دا كاترة يبقى دا المصار بتاع البروتد جلاند يحمل على glustopharyngeal tembanic branch leserbitrosal nerve ganglia otic ganglion post ganglionic fiber auriculo temporal nerve وهذا الكرينيال نيرف اللي glustopharyngeal التاسع هيطلع من نيوكليس اسمها inferior salivary نيوكليس في المضلة oblongata عادي الفيروساليفر نيوكليس حتمشي اهي لحدة الجانجليا اللي اسمها otic ganglion واللي طلع بعد كده يبقى post ganglionic fiber يروح للجلاند تمام اما بقى بالنسبة للsympathetic fibers المفروض انها بتبقى طلعة من superior cervical sympathetic ganglion وبتلف حوالين external carotid artery القانون دايما بتاع السمبathetic انها post ganglionic fiber من superior cervical sympathetic ganglion post ganglionic fiber من superior cervical sympathetic ganglion وتوصل للجلاند عن طريق اقرب ارتريز موجودة عندي اللي هو external carotid artery او middle meningial artery خلاص ودي الوتك ganglion بتاعتي اللي هي رايحة بتعمل سبلاي للبروتد جلاند وده الوريكل temporal nerve اللي هو شايل الparasympathetic post ganglionic fiber للبروتد جلاند وهو نفس الوريكلو temporal nerve اللي هي شيل sensory fiber من البروتد جلاند ويبقى sensory fiber هتمشي ازاي يبقى من البروتد جلاند هيتحمل هيتحمل على الوريكلو temporal والأوريكلو temporal يروح للتراجم من الجانجليون وبعدين يدخل جوا في البرين يحس الاحساس بتاع البين او temperature ما هو sensory fiber يا دكاترا لو احساس الالم او الحرارة او الشدة او الوجع ده بيبقى عبارة عن sensory fiber بتتشال من عند البروتد جلاند تحمل على الوريكلو temporal nerve وعلى التراجم يطلع من النيوكلياس دي وبعدين بيتشال على كزا نيرف لحد ما يوصل لدي والسيمباثاتيك يبقى طالع من البوست جانجليونيك بوست جانجليونيك سيمباثاتيك من السبير سيرفايكال سيمباثاتيك جانجليا يبقى ده سيمباثاتيك وده بارا سيمباثاتيك والأوريكلو temporal هو ده السنسوري ادي المصار بتاع السنسوري يبقى حيتشال على الأوريكلو temporal نيرف ومن الأوريكلو temporal نيرف للمانديبولر نيرف عن تريجيم الجانجليون وبعدين يدخل جوه البرين يدخل للتريجيم نيرف بعد كده عندي سينسور نيوكليس في تريجيم نيرف السيرفاس اناتومي اخر حاجة عندي في البروت جلاند بالضكت بتاعتها هي بالضبط الرسمة دي يا ترى المنظر اللي عندي دي الاكسترنال اكواستيك متاس ودي الاير دي كده مستويد بروسس زي جوماتيك ارش ده الهيد اوف مندبل دي الريمس اوف مندبل بالعضلة اللي عليها دي بسميها مسيتر مصل يبقى انا محتاجة نقطة واحد اتنين تلاتة اربعة عشان اقدر ارسم البروت تجلان ده على كلمة بحدد نقاط معينة على البناء ادم هو حي اعمل كده 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 بالاعتماد على البوني بروميننس او عبارة عن حاجات سبتة في الناس كلها واقدر احدد السيرفيس اناتومي يبقى عشان ارسم الانتيريور بوردر محتاجة نقطة واحد اللي هي عند الهيد اوف مندبل ونقطة ثلاثة دي عبارة عن نقطة اتنين سنتي بيلو اند بهايند الانجل اوف مندبل يبقى ده الانتيريور بوردر اللي كنا قلنا عليه في اول المحاضرة ان هو لونج وكون فيكس وحيبقى جاي من عند الابر بوردر لحد اللور بوردر ونقاطك عند الهيد اوف مندبل اللي هي اوبزت لحتة هنا اسمه وبعدين هنا في نص المسيتر وبعد كده نقطة لاتنين سنتي بيلو اند بهايند الانجل في مندبل طب وعلشان اجيب البوستيريور بوردر يبقى من نقطة ثلاثة اللي انا انتهيت عنها في رسمة الانتيريور بوردر لنقطة اربعة اللي هي عند المستويد بروسس يبقى البوستيريور بوردر لو انت فاكر لقلنا كان وكان جاي من عند النقطة رقم ثلاثة ومش خط مستقيم لحد المستويد بروسس يبقى البوستيريور بوردر من اللي هي اتنين سنتي بلو اند الانجل في مندبل لحد الميدل اف مستويد بروسس يبقى علشان ارسم بقى الابر اند اعمل ايه ابدا يبقى من النقطة رقم اربعة للنقطة رقم يبقى من عند المستويد بروسس اللي ورا الودن لحد الهد بتاعة المندبل وبمشي كده حوالين حلمة الودن بشكل الابر كونكيف بورد يبقى دي النقاط بتاعتك عشان تعرف تحدد عليها السورفس اناتومي يبقى من الهد اف مندبل الميدل اف ماسيتر اتنين سنتي بلو اند الانجل اف في الامتحان ما بتعفش ترسم خلاص قول نقاطك وقول من النقطة واحد واثنين وثلاثة دا الانتيريور بوردر من ثلاثة واربعة دي البوستيريور بوردر من اربعة الواحد دا الابر اند بتاعتي تمام اما بالنسبة للسورفس اناتومي بتاعة البروت الدكت برسمها ازاي دي نقاطك النقطة دي من عند التريجس والنقطة دي اللي هي نقطة ما بين الالة والابر بتاع الابر يبقى دي نقطة واحد التريجس نقطة اثنين نقطة في وسط المسافة ما بين الالة والانجل والموث هتقول لي الالة والموث الحتة دي من المناخير الحتة دي من المناخير ودي طبعا الشفة العلوية طب يا ترى الكلام دا مظبوط هل السيرفس اناتومي كل الخط دا لا يا فندم مش كل الخط دا المدل one third of this line دي نقطة مهمة جدا لما تيجي في الامتحان انا ما بكلت ما باخدش كل الخط انا باخد المدل one third of a line between two point point one opposite للتريجس of the ear point two يبقى هي point midway between الالة of the nose والانجل of the mouth مهمة قوي يا جماعة الحكاية دي يبقى تاني نقطة عند التريجس of the ear ونقطة في وسط المسافة ما بين الالة of the nose والأبر red margin او الانجل of mouth واخد خطي مش كل الخط لا دا انا هاخد المدل one third يبقى تلت الوسطاني من خط ممتد ما بين نقطة عند التريجس of the ear لحد نقطة في وسط المسافة ما بين الالة of the nose والانجل of the mouth تمام يا دا كاترة دا منظر عشان تبقى شايف الانفكشن بتاعة البروتتجلان بتديك حاجة اسمها بروتايتس او المامز دا التهب الغدى النكافية وطبعا الغدى بتلتهب قوي وبتديني ألم شديد جدا وبين سيفير قوي السبب في كده علشان الفايبروس كابسول اللي هو بسميه البروتتجل او البروتتفاشية اللي لفه حوالين البروتتجلان زائد انها امباكتت بتوين ريموس والماندبل والمستويد بروسس فزي ما تقول محشورة ما بين عظمتين وملفوفة بالبروتتجل فالألم اللي فيها بيبقى شديد قوي برغم ان ممكن الانفيلميشن مش رهيب بس الألم بيبقى بسبب هذا البروتتجل بتاع البروتتجلان بتوين التو بوني بوين ستول تمام يا داكاترة سيرفس الاناتومي مهم الحاجات اللي جوه البروتتجلان مهمة دخلت ازاي خرجت منين الحاجات دي وبالتوفيق ان شاء الله يا داكاترة وان شاء الله على خير نشوفكم في بقية المواضيع السلام عليكم